أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني تسأل عن نظرة الشرعية للخاطب تقول وهل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمح لجابر أن ينظر إلى المرأة وكان يتخبأ لها من بين النخيل وذكرت سؤال آخر في نفس الموضوع والسياغ تقول هل يعني يجوز لي أن أري ابني صورة المرأة القريبة لنا في الجوال من دون علم أهلها وعلمها لأنها قريبة لي وأنا أعرف ابني بأنه لو خطب ورد أو ما قبل عفوا بتصير مشاكل يعني تقول سبق لنا موضوع في مثل هذا وحصل مشاكل الآن الولد يريد أن يقتنع من البنت قناعة كاملة تقول ممكن أوريه يعني قامت البنت وشعرها وكذا وهي عندي في الجوال أخت أمت الله أولا بالنسبة للنظرة يسمونها النظرة الشرعية هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأصل أن الإنسان ما يتقدم للاقترام بامرأة إلا وقد رأى نظر إليها وأعجبته والمرأة تنظر إلى هذا الرجل وتعجبه وبهذا تتم الخطبة تتم الخطبة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها أمر أمر قال فلينظر والأمر هنا للاستحباب كما هو قول جماهير أهل العلم ولما سأل جابرا وذكر له جابر بأنه خطب امرأة قال نظرت إليها قال لا قال انظر إليها انظر إليها فكان جابر يتخبأ لها بين النخيل ينظر إليها من دون أن تعلم من دون أن تعلم نعم صح هذا وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة وقال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء الأنصار كان شوي في عيونهم عمش فقال انظر إليها ما تروح تتجوجه وبعدين تقول الله أنها تفاجأت عيونها في عمش ولا شيء ولذلك تلفاضل النظر إلى المخطوبة سنة النظر الشرعية ويجب على الناس أن يستجيبوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول أن قائل والله عاداثنا وتقاليدنا يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم عاداث وتقاليد كانت النساء يحتجبنا ما ترى المرأة تغطي وجهها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والصحابة اللي عنده منية للاقتران أن ينظروا إلى النساء فكانوا ينظرون إليها حتى العلماء قالوا وهذا للمصلحة الراجحة أصلاك ما أجوز تنظر إلى وجه المرأة لكن لما كانت المصلحة راجحة فوتت الشريعة هذا الأمر وأذنت بماذا بالنظر إلى المرأة المسألة الثانية أخت الفاضلة بالنسبة للنظرة الشرعية بدل ما يحصل مثلا أنت الآن أمه صفي له البنت هذه يقولي له والله البنت بنت فلان وكذا طولها كذا لونها كذا شكلها كذا وإذا اقتنع تبدأون بالنظرة الشرعية تقولي له والله عندي ولد صعب ولد وقع في تجربة سابقة وسبب لي مشاكل أو سبب على نفسه وأنا خايف أن هذه الحالة هذه قريبتنا إن خطب وشافها وبعدين قال لا ما أبغى حصلت قطيعة ممكن في هذه الحالة بشرط إن الصورة ما تطرع من جوالك تقولي له شوف هذه فلانة بنت فلان وإنت واثقة من ابنك واثقة بدينه بأمانته واثقة بحيائه واثقة بأن رجل يريد يعني يتزوج ويعف نفسه ما هو بالأععاب يعني فيجوز لك تقولي له فضل هذه لا تقول خذ الصورة في جوالك لا قولي له هذه شوفها قبل ما نروح لا تحرجنا إذا قال والله أنا هذه مناسبة لي بسم الله إذا قال غير مناسبة الحمد لله الوجه من الوجه أبيض مثل ما يقولون فيجوز يا أخت الفاضلة في مثل هذه الحالة